انت تعرف ان البصل ممكن يكون سلاحك السري اللي يخلصك من الامراض ويحسن صحتك بس ما حدش بيقولك تستخدم البصل ازاي كتير من نقو دلوقتي بيسمعني مقاومة انسولين، سكر عالي، ضغط عالي، دهون سلسية عالية وامراض كتيرة جدا وانت عندك دوى طبيعي ببيتك بس مش عارف تستخدمه ازاي يا اهلا وسهلا اهلا بكم في بداية جديدة مرحبا بشناوي ودي الحلقة رقم 4 من السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها عن الاطعمة المذكورة في الكرآن النهاردة حلو كده طيب البصل بقى مختلف تماما عن اي حلقة قبل كده حرفيا حلقة هتودي صحتنا في حتة تانية خالص بس تركزوا معايا كده وراء وقلم وطبعا في كل حلقة احنا بنكسب حد معنا كتاب رحلة الديزاين لحياة بلا سكر بيجيلك فور فري بس تركز عشان اجابة السؤال بيبقى جوة الحلم تمام تمام البصل ذكر في الكرآن في سورة البكرة الاية واحد وستين ذكر مرة واحدة دي نقطة طيب حلوة قوي بقى تعالي نشوف بقى دكتور النهاردة العلم الدراسات بيقولوا ايه بيقولوا حاجات كتير اقوى يا جماعة صراحة اول حاجات كده خلونا نبدأ بمريض السكر البصل من الحاجات المهمة جدا ليك انت مش متخيم البصل يا جماعة فيه كابريت الكابريت علاقته بمريض السكر علاقة وثيقة يا فاندم انت عندك مشكلة في هرمون الانسولين صح يا اما المستقبلات ما بتقراش الانسولين يا اما هو تاعب ومش قادر يفتح الخلية فعندي مشكلة في حسية الانسولين فلما اجي اقولك هو الانسولين ده اصلا بتكون من ايه تقولي مش عارف اقولك لا لازم تبقى عارف هرمون الانسولين اصلا بتكون من سلسلتين من احمد امني سلسلة احمد امني وسلسل السلاسل دي بيربط بينها ايه الروابط يا فاندم روابط كابريتية يعني الكابريت هو اللي بيربط ما بين السلاسل يعني ايه يعني الكابريت بيدخل في تكوين هرمون الانسولين يعني لو كابريتك قليل او كابريت واقع يبقى هرمون الانسولين ما بيشتغلش يبقى الحسية قليلة المستقبلات مش هتقرأه هو مش هيقدر يفتح الخلية ولو انا الكابريت بتاعي موجود كويس يبقى اذا الكابريت هيكوني الانسولين بشكل كويس ويعليلي من حسية الانسولين ايه ده يعني الكابريت حاجة خطيرة جدا لمريده سوقه ايوة حاجة خطيرة جدا 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 والبصل في الكابريت كمان البصل في السستين والميسونين ايه ده يا دكتور السستين والميسونين دي احمد امينية بنسميها اسنشل امينو اسد احمد امينية اساسية جسمك لو هو فيه نوعين فيه essential و non essential هي الأساسية والجير أساسية الأساسية جسمك ما بيعرفش يصنحها أنا لازم أدهله من بره لكن اللي هي الغير أساسية جسمك بيعرف يصنحها فلما جا أقولك هو بيحتوي على أحماض أمينية أساسية يعني أنا لو أنا أخدت الكابريت من بره فأنا أديت لجسم الأحماضي الأمينية اللي هو محتاجة لو ما بيعرفش يخلقها فدي مهمة جدا مش بس كده بيخش في تكوين الجلوتاسيون قال له جلوتاسيون ده إحنا سمعناها قبل كده فين عالية بداية جديدة جلوتاسيون جلوتاسيون ها وصلت وان لسه قلنا جلوتاسيون طبعا مريض السكر من الناس اللي بيبقى عنده decline في الجلوتاسيون ده indigenous antioxidant طبيعي يعني مضاد أكسادة طبيعي جوه جسمنا بس إنت بيحصل عندك إنه هو بيقل فنتيجة إنه هو بيقل فأنت لازم تاخده من بره فلما جا أقولك إن البصل بيخش في تكوين الجلوتاسيون يعني إيه يعني البصل ده يبقى صديقك الصدوق بس بالطريقة اللي أنا هقولك عليها البصل ده يكون موجود معك بشكل يومي ده مش بس كده ده بيخش في تكوين إيه الكولاجين يا جماعة بيدخل في تكوين الكولاجين الكولاجين اللي بينقص أصلا بعد سنة الاربعين الكولاجين لازم ناخده من شور بتعرض من البقر اللي عملناه على مطبخ بداية جديدة أو ناخده من مصادر مكملات الكولاجين اللي لما بيلاقي ده كادة العظام الناس عندها القستبروزز أو هشاشة عظام بنلاقي فروجيتة بتاعتهم كابريد عشان الكابريد بيدخل في تكوين الكولاجين ماذا أقول يا جماعة تيجوا نسأل بقى السؤال يلا بتاعوا نسأل السؤال بسرعة كده إحنا قلنا النهاردة إن البصل بيحتوي على الكابريد وقلنا الكابريد بيدخل في تكوين تلات حاجين بيكوننا هرمون الإنسولين وبيخش في تكوين الجلوتاسيون وبيخش في تكوين حاجة كمان لسه إلينا حالة نهوت لها علاقة بهشاشة العظام بيخش في تكوين إيه اكتبوني بقى تحت في التكومنتين حلو كده شؤال سهلي جدا هوا يلا طيب نكمل الحالة نكمل إحنا قلنا كل ده إحنا بنتكلم بس في مرضى سكر تمام طيب تتعرفوا بقى إن في حاجة اسمها الكريستين إيه علاقته بقى بمريض الضغط العالي لو أنا ضغطي عالي ممكن البصل يساعدني إن أنا قلل الضغط آه طيب تيجي أديك علاقة الأول تفهم علشان تفهم إيه العلاقة تعالي يا دكتورة فاهمينا بالراحة قولي إن تستي طيبة وبالتحلاء تتعرف إن لما التهبات بتزيد عندك ده بيعلي الضغط العالي أيه دي بقى لإن لما التهبات بتزيد بتقلل حاجة اسمها الناتريك اوكسايد فالناتريك اوكسايد ده هو اللي بيعمل على تمدد الأوعية الدمواني فلما الناتريك اوكسايد ده بيبدأ يقل يبدأ إيه الأوعية دي فيبدأ الضغط إيه يعلى وصلت فبالتالي أنا لما التهبات بتبقى عالية في الجسم لأي سبب إن كان يعني مرضى السكر نفسهم بيبقى التهبات عالية في الجسم فده بيقدي بالتبعية إن ممكن ضغطك يعلى هو كمان أو لو أنت مريض ضغط عالي فلما تاخد حاجة زي البصل علشان فيها الكريستين وكل الدراسات بتقول قدي فيه علاقة وثيقة ما بين المادة دي وما بين الضغط العالي فبيقلل الضغط العالي طيب حاجة خطيرة جدا كمان مادة الكريستين دي جماعة بتقلل الدهون السلسية والكوليستيرول العالي تخيل؟ هو أنت لحد دولة ما عملت الشير اعمل شير اعمل شير وفيد غيرك ركز معايا أيوة لو أنت البروفايل بتاع الكوليستيرول بتاعك عالي البصل من الحاجات اللي هتفيدك جدا 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 لأن ده كلام الدراسات بلصح كمان يا جماعة فيه البري بايوتيكس البري بايوتيكس اللي هي طبعا بتعزز من نمو البكتيريا النفعة فبالتالي بحسن من صحة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي فبالتالي منعتي كويسة فبالتالي كل الدراسات بتقول ان هي بتقلل من نمو الخلايا السرطانية بنسبة 50% وبيحمينا من سرطان المعدة وسرطان الكولول هو البصل خطير جدا أيوة خطير جدا ولكن بقى الفكرة في ايه؟ حالا الناس سقول لي بس سنة لما باكله بيجيلي انت في خير بس سنة لما باكله باتعب بس سنة لما باكله ما بقدرش هقول له ايه بها تساعدني على البصل الناي واخد البصل المضبوح طب انت قلت يا دكتور ان فيه طريقة مهينة علشان تخليني استفيد من البصل هقول لك اه الدراسات قالت لك هو غني جدا بالبيبلافونايت وي الفيتامين سي وفيتامين دي كتير جدا كل المكونات دي عشان تاخدها بالفايدة اللي هي تجيب نتائج قوية لازم يكون بصل ناي اه البصل المضبوخ هيجيب فايدة ولكن في صورة البصل الناي وان انا ابدأ ان انا اشغل الانزيمات او افعل انزيمات البصل ويبقى ما بين سناني مش اللي هو اكله كده وخلاص لا ده انا عايز افعل الانزيمات اللي فيه بيفرق كتير جدا يبقى بصل ناي وان انا ابدأ ان انا انضغه يعني اعمل عملية المضغب بقي مثلا من دي قدقتين تلاتة هنا ساعتها انت بتاخد حرفيا فوايد البصل اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقة النهاردة سواء بقى انت مريض سكر بنتكلم في الكابريت او الاحمد الامنية او في الضغط العالي او في الكوليستيرو العالي او في مناعة او في مضادات اكسادة او مضاد التهبات لو احنا اخدناه بالطريقة دي طيب البصل الاحمر والبصل الابيض والبصل الانواع دي بتختلف اختلافات طفيفة جدا اختلافات بسيطة جدا ولكن كل ما بيزيد مدة تخزين البصل كل ما بيفعل المواد اللي فيه يعني احنا بنجيب البصل وبنقعد مثلا فيه ناس بتجيب البصل بتكون مخزنية بالشهرين والتلاتة وبالالاربعة وبتبدأ تستخدمها على المدار السنة كل ما بيزيد مدة التخزين كل ما بيزيد فعالية المواد اللي فيه بتزيد التركيز بتاعها وصلت فاذا هنا لما بنزود تخزين مدة البصل احسن البصل الني افضل من المطبوخ مش معناها مش معناها ان المطبوخ ما فيهوش فايدة فيه ولكن اقل من البصل الني لو انا حطيته في السلطة هياخد فايدته بس مش هتاخد فايدته زي ما احنا قلنا نعمل عملية المضغ دي احسن طريقة علشان فعلا اكلناك بمثابت واخد مضادة حقيقة طبيعية بمثابت ان انت واخد دواء طبيعي من بيتك وصلت يا عيلة وبكده حلقتنا خلصت ويا رب بتكونوا استفادتم يا عيلة هجيه بقى ان احنا نقول او الاسامي اللي كسبت معنا بس رجاء لما تتواصلوا مع فري العمل تواصلوا بصورة الاكاونت بتاعك سواء الفيسبوك او اليتيوب بتبعثلوا صورة الاكاونت بتاعك الموضوع سهل وبسيط جدا وعلى الواتساب يعني من فضلكو نبقى على الواتساب الرقم اللي هو بيبقى موجود في الفيديو دوت او الواتساب الموجود على الصفح تمام كده استنوني بقى الحلقة الجاية ان شاء الله في حلقة جديدة من السلسلة منتكلم فيها عن القطعمة المذكورة في الكرآن بتشوف العلم الدراسات بيقول عليها النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته